اشتركوا في القناة همية عندهم وهما اللي بيدكل واحد زي ده بيعتبر انه هو بياخد سواق عند رب هما كانوا ناس عاديين زينا هما ناس عاديين زينا خالص بس هما كانوا بيحاول ان هما يرضوا ربنا في حياتهم ليه يا داعش ليه يا داعش انت جلبك قليم دبحت ناس ابرياء كانوا فجرة ومساكين اراحين لوجمة عيشهم رحين كده عمدا انه هما رحين يستشهد ومش هيمكر شكلوا جماعة يقولوا احنا مسلمين وجماعة يقولوا احنا مسيحيين والامور تعدي وتمشي من على النقاط بتاع التفتيش الافضل لنا انه هما استشهد على اسم المسيح احسن ما كانوا راجعين ونكروا الايمان جالك خلعوا ضفرين لديهم ورجليهم وجالك كان محمس يوخ حديدية وحطوه على جسمهم انا مسيحي وحفظ المسيحي ولو مت حموت مسيحي ولن اترك ايماني ولن اقول الشاهدتين هقول له الله يسيق الحق هقول له ايه انا هقول له ايه قلت له همسك ايده دي اللي هو اللي مسكت السكينة دي واحب عليها تاكده ربنا مش بيسمنا ابدا يا احنا ولا يدوق ونشكر ربنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في؟ aux chrétiens qu'ils όבивают la Nation de la Croix Ou Ma Tel Salib La Croix est toujours la Croix Elle est omnipresente Elle domine les clochers de nos églises Quoi que nous fassions ou que nous allions nous l'invouquons par ses doux mots Besmeel Salib Au nom de la Croix س STEM نزر جز 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 Aaa جز 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 او๊ نسله نogاني نحو اومد برضير titل لذور جز 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 اونا خ образом نحوها في خلفها و من نقدسه نقول الله ل tiro نحوها ن hepatنا سمي reading ونزل جزج ادلع في أوبخور شهر نحوها نزلj على أين على هده كيف ربنا ماitti ترسو أبونا قما نقبل أنimos منحagرة نزل على نظار لاننا س detalه ويسكن ويقضىنا في نفس Belle ويقضى لنا نريد من وجننا ويقضى على المساعدة ولكن في هر أضحيله ليس جنوبا نحن نسيطه في أعوالك ورساوه من طريق عيز ويقعد نحن له ربنا آخر الوصول، ماذا، بس نفسه، نحن نطلق على هذا الوصول على هذا الجمع، نحن نجد في هذا المطال، نحن نجد في هذا المطال، ولن نحن نسخ في هذا المطال، لن لا يجب أن تحقق في هذا المطال، لا يجب أن نكونوا من زوجاً، لا يحتاجة إلى نون نمضى أننا في نفسنا نمضى نفسنا في أصبعنا نحن وعن المرغمين على الهرة وساعدنا ونساعدنا ونحن نجيد أننا نشاط جسعنا نحن 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 نصع نحن نسعن نسعن نحن نحن من جاتنا وحن نحن نزل سيطة للمشاهدة نصح يتقل إلى أرهن للمية الحياة نقدمنا نظرنا كبيرة نعم وبيننا نقل وقه يتقل نحن الناس نحن نساء نحن نساء نحن 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 في 2011، موضوع 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 في موضوع العالم. في المنزي، سيدة بن علي مرحباً من المنزي. في المنزي، سيدة كدفة قدفة. هذا ما نحن نسمى عاماً. ومن ثمية المعيشة في цكل أكثر من مواهور ومشيئ في تنسية المعيشة الساعة في الأنظمة ومعها لبعضها هي بحثة إلى مرارات خبت المقبلة فلسانية العديدة في محالك ومعها فيها الحالك فقط امتبعها المعارضة الآن مجال سيدان رسني بوبارا قدرته ورقائل ويزيزين الجارب الهدف تركيز في رجال الهدف نحن في عام 2013 وحنية المرحلة للأجيب محل وقفتاتهم محل وزيزين أجل وحنة لا يتأخذها حين 2014 وحن لصر وصورة فتح سيدان سيسي لذلك الإنسان ل الجزء من الأساة من الشرق في عام 2015 وقال لديك إليها المحوطة في أساة في في المحوطة يارجع في محوطة المحوطة للجزء من المدكة يطريبون إلى وجود وحطة وإنها مصرع في عام 2018 في وقالة إليها أجل وإنها المحوطة في عامة وإنها أحاولة وإنها إعطاء وإنها الى ما يساعد إليها من المحوطة لها تحرك في عامة الشهداء اللي هما كانوا بسطاء إن هما كانوا غلابة إن هما كانوا رحين علشان لجمة العيش كل واحد ليه خطأه لكن الكتاب يقول انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم كانت إيمانهم القوي اللي دفعهم إن هما يستشهدوا على اسم المسيح وينسوا كل حاجة المبادئ أي حد في العالم هيتخلى عن المبادئ يبقى ما فيش إيمان طول ما احنا بنتخلى على المبادئ كتير في حياتنا ده اللي احنا اللي بضيعان لكن الواحد يثبت على المبدأ بتاعه ده اللي بيرفعه اللي حصل يوم 15 فبراير سنة 2015 لما عرفنا خبر استشهادهم جيت كنساتهم كنسة العدرة هنا في القرية وعملنا جناز للشهداء طبعا بدون الجثمين أو الرفاق وفي الكلمة الروحية اللي أنا عزتهم فيها قلت لهم إن بنعمة الله حنبني كنيسة هنا باسم الواحد وعشرين شهيد طولهم يا جماعة واضح إن الرئيس السيسي سمعني وأنا بقول لأن الحديث كان مزاعة حي فلايف فبعت الرئيس الوزراء ويقول لكم الكنيسة حتتنفذ فعلا أنه حتتبني وفعلا الكنيسة تبنت وسنت في فبراير 2018 تم تدشين الكنيسة وعرفنا بعد كده ان رفاق الشهدات وعرفنا بعد كده إغار رفاق وعملنا لو مزار ومأسورة لهم هذا ما يجبني كنيسة سمع إلى 250 km au sud du Caire que nous nous rendons accompagnés par une équipe de production travaillant en lien avec le patriarcat copt orthodoxe nous avons souhaité à travers ce documentaire aller recueillir le témoignage de leurs parents de leurs frères de leur épouse parfois même de leurs enfants ces familles ont été prévenues de notre arrivée par Abouna Epiphanios le curé de la basilique des 21 martyres un mémorial y accueille les reliques de ces martyres rapatriés en mai 2018 Nous voulions comprendre la manière dont ils avaient vécu ces événements et en savoir plus sur ces jeunes partis travailler en Libye. Ce qui les avait poussés à s'exiler dans un pays fragilisé et occupé par des milices religieuses. Ces familles avaient appris la nouvelle en visionnant la vidéo de l'exécution de leur fils en direct par le groupe Etat Islamique en Libye. Comment avait-elle réagi ? Comment pardonner un tel crime ? Tant de questions dont nous cherchions des réponses. Tant de questions ? Tant de questions ? Tant de questions ? Oui ? Tant de questions ? Tant de questions ? Tant de questions ? جاول اكل السمك. كان بيخذ بالفرقة اللي هي محمولة وضحت لها. كل حالة بيجي عشان كان له هو اللي خادت. في الخالس اكلنا على حالة. كل. ايه. كان بيأكل روز والتجلية بسمك كان بيخذها جاول. ايه. كان يقول يا ماما تجلية بسمك حلوة وروز الحم. شاب يعني راجل فلاح مجاهد. فقر ربنا كرم وكان عنده مبدأ لامان. كان عامل جدا. ده درقة انه كان مسافر سفرية يعني داخل مصر هنا. لجأ محفظة صرافة. كان فيها فلوس خطير. رجحها لصحابها كان في وقت اذا كان التغمير يعني كان تعيشه مرتاح جدا. فكان لمنف حياته مبدأ. كان ابو والده وصحبي. فارج السنة بينه وبينه كان قريب يعني. فمع ابوها كنت يعني زي نظام بالعرب كده ادراع لي مين. ونشكر ربنا هو كان مسافر برضه وكان هام كله انه هو يرع اولاد ويرع ظروفهم. ونشكر ربنا انه هو يعني هي صعب يعني حتة صعبة جوه. سباح الحيغة. سباح النور. بيت الشعيد جابه. نعم تفضل. 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 كل كان من يعرفه كان عنده حب الناس كلها. اللي كان يعرفه. وكان من بعد ما اشتفع شوية عن سنة الطفولة. وبدأ في العمل وهو صغير. كان مكافح ويحب العمل ويحب الناس كلها لما. وكان يحب الخير من الناس كلها. وكان فكاهي يحب الضحك والمرح. وكان محبوب مع الكل. ونشكر ربنا انه هو يعني يحب انه هو يساعد ليه. يساعد ابوه واخواته وكان خطوه صغيرين. تلع فسافره من ليبيا. تلع الليبي. ولما كان يتكلمنا كنا نسألو بكاش بيقول لنا حاجة اني مسلا لا فيه اتهاد ولا فيها اي حاجة. كنا نسألو اي عصام يقول حلو كويس وانا بشتغل والحمد الله كويس. في شيل زلط ورملة. احنا ورحنا الان بساميل نزور قبل ما يمشي على ليبيا. فهو احنا تلعي ان ابونا بيقول فبيقول وكل واحد يقول له كلمة. فجاء عند الشهادة عصام قال كل واحد كلمة جاء عند الشهادة عصام قال انت لحد جدك ولا حد يبقى جدك. انت لفاف كبير. يعني تنسيت الكلمة يعني تنسيت. فجاء لما اسم صالبة على الاستشهد وافتكرنا الكلمة. كان حلو ومتواضع وكان يعمل الحاجة ولا كان يتنفذ ولا يزعل. كان يقول حاضر حاضر على طول. كان حلو جوي. وكان يعني يحب ربنا كان يصوم وروح الكنيسة ويروح في كل مكان. كان ابو يكلم يقول له حاضر ونعم وما كانش يتنفذ من الحاجة بعدين. كان حلو. كان مطيق. احبه جوي. ده للنهاردة ابكى عليه. يعني ابكى عليه كتير. وها. عند ربنا فوق ما يروحش. هو جالها اروح اشتغل. اقعد يا ابني ما تروحش جلح هروح اقود اعمليه هنا. وكانش فيه شغل هنا. طلعوا ازاي الشباب اللي طلعت وطلعوا. طلعوا يشتغل. كان يشتغل في الغيط وقال هنطلع طلعوا. الشباب يحوط بعضه وطلعوا. كان لما يشتغل نجاش. نجاش كمان. نجاش. نجاش. اه. اه. ايوة اكله شوية نسلم عليه. كان بيقول ايه. كان بيقول ايه. والله هو كان يعني كان دايما يحب الشخص. اه. وكان كان متحمل حتى اتعاضي الجماعة العرب اللي المطريبية والجماعة دلهمة. وكان اه عنده صبر في العمل. اه. 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 كله ده علشان كان عاز يعني يكسب غزج من حالات. بانت دور التالت ده. اه. وشطبو. نه. علشان يتجوز فيه. اه. اشتغل بيه حدغة يجوز. اه. لا ما حصلش. اه. اتجوز. اه مشوا السابعة دلهمة واتمسكوا من الطريق او على الطريق. اتمسكوا في الطريق. شهد الاولانيين اتمسكوا يوم الثلاثة. يوم تمانية وعشرين. اتناشر. رجبوا العربية السابعة دولة. شكلوا جماعة يقولوا احنا مسلمين. وجماعة يقولوا احنا مسيحيين. والامور تعدي. وتمشي من على النجط بتاع التفتيش. وتعدوا النجط دي هاي. او تعدوا البوابات دي هاي اللي فيها ايه? العصابات دي. جاله احنا هنقول احنا مسيحيين يا عاط. وكأن ربنا بيقولوا انت هتقول انتو مسيحيين طب. طب هتجابيلكم بعد شوية. هتمسكوا داعش يا طرى بعد كده. شوية يا طرى انتو هتقولوا ايه? يا طرى انتو هتقول ايه? بعديها بخمسة ايام يوم السابت الفجر اتمسكوا اراحوا البيوت. اتمسكوا التلاتاشر واحد. داعش باجا تدت ان هي خدت التلاتاشر التانيين ضمتهم على دولة بيجوا معاها عشرين واحد مسيحي. ما انكروش ايمانهم. ويجالوا احنا فعلا مسيحيين والشاهد على كده كلمة يا رب يسوع ساعة الاستشهاد. السواب متى المقرباز باحهم لوحد لوحد. اتباعوا. وباحهم وخد الحاجة اللي معهم ومش. وخب الصليب ما تقولش لمسيحي. قال لي لو والله اللي كانوا عاوزين حاجنا جاهز. جاهز هوا ما داريش صليب. منضمهم هما خدوا ركب سيارة. وهم جايين. تمسكوا مساكتهم مساكتهم تنظيم داعش طبعا حاولوا معاهم على اساسيان كل الايمان. ويتضمونهم هما. فاحنا عرفنا. فجاء بعصام. وانا بس يصدقني من اول ما ما اتخطف. حجيك يعني. ايو كنا بنعاية وعرفنا انه اتخطف معناه زي كده. بس كربنا سنتنا. كان فيه مساندة. اه كان فيه صلاة. كان فيه صلاة وكنا نقف قدام ربنا ونصلي ونطلب من ربنا انه هو يسنده. بس كان فيه يعني حاجة كده مطمنانا. انه هو بخير. حاجة مطمنانا عليه. انه هو بخير. ايو كان صعب بس بعد كده بقى فرح. بقى فرح. لما استشهد على اسم المسيح بقى فرح عندنا. يعني استشهدهم ايو كان صعب. عشان انتين دكي اتنين. ايو هم واحد وعشرين كلهم تبعنا. اه انتو الام بتدكلي الواحد وعشرين. نشكر ربنا. هم كلهم تبعنا. هم رفع راسنا. وسبتوا في الامان. ايو احنا كنا الواحد. الخمسة واربعين يوم اللي اتخطفوها. كنا في مر والصبر. ايو ونشكر ربنا اللي هما مسكدهم اللي هما مسكدهم باعدة. ايو ونشكر ربنا اللي هما مسكدهم. المترجم للقناة C'est le seul dont nous ne connaissons pas l'histoire Mathieu, à lui seul, avait touché tous les cœurs Quel courage ! Il apparaissait que le leader du groupe s'était occupé personnellement de son exécution Était-ce une vengeance personnelle vis-à-vis d'un traître ? Il avait selon certains rejoint le groupe État islamique à un moment donné Pourquoi s'était-il retrouvé à genoux au milieu des 20 côtes ? On ne le sait Mais on sait de lui qu'il meurt en disant Leur Dieu est mon Dieu Jusqu'à ce jour, personne n'a encore réclamé son corps Son parcours me faisait penser à Saint Moïse l'Éthiopien Un très grand saint de l'Église Copte J'imaginais qu'emprisonné avec eux Essam Gerkes Bichoy ou un autre Aient pu lui raconter sa vie Celle-ci nous est contée dans les apoptèques des pères du désert Il était très robuste Et il y a la tête d'un groupe de bandits Dans le désert de Cété Il finit par embrasser la foi chrétienne Et rejoignit un monastère En devenant disciple de Saint Isidore et de Saint Maquer C'est alors qu'il commence un douloureux parcours de conversion Ne parvenant que très difficilement à quitter ses passions Tout comme Moïse l'Éthiopien Finira par offrir sa vie Par amour pour le Christ Au contact de nos pères Massieu Aurait rejoint cette sainte colonne de lumière Touchée par les 20 autres Par leur exemple Leur foi Et les signes Dont il fut témoin Aire-tu-tu? Vous connaissez les ont desmi Mais que les avez On a reuché On a reuché Et seulement J'habit Mais pas à qui J'habit Et que j'habit J'habiter J'habiter J'habit Dinné C'habit Quand j'habit L'éthi Allé du J'habit Allé Allé J'habit ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر 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 مريم بالجسد بس هو شايفها وحاسس بينا وبيصلينا وهو في مكانة أحلى وكنيسة حلوة وكرامة ونعمة وربنا مستيبنا هو بيصلينا شفيع لنا في السماء وسندنا ومجوينا وعطينا معونا وسند نشكر ربنا على كل حال الحمد لله ربنا يجوينا زي ما هو جواهم ويكون معانا زي ما هو وكان معاهم الحمد لله نشكرك يا رب على كل حال صليب بركة وصليب ألم وواجه في نفس الوقت هم كانوا ناس عاديين زينا هم ناس عاديين زينا خالص بس هم كانوا بيحاولوا ان هم يرضوا ربنا في حياتهم بيحاولوا ان هم يرضوا ربنا ويمشوا في طريق الإيمان وطريق التوبة وطريق ان هم يرضوا ربنا ويفرحوا قلب ربنا جات لهم الفرصة زي اللسة اليمين على عوض الصليب استغلوها ربنا يدينا ان احنا نرضوا ربنا زي ما هم أرضوه للنفس الأخير ونكون مستعدين زي ما هم كانوا مستعدين ربنا يدينا حياة الاستعداد دائم ده راح بابا وحشنا خالص يا بابا وجه في جنبي يا بابا أنا بحبه خالص يا بابا ربنا مش بيسمنا أبدا يا احنا ولاد ونشكر ربنا رابا وحشنا خالص يا بابا المترجم للقناة 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 شهداء مصر في ليبيا يعني 47 يوم يعذبوا فيهم ومن ضمن الكلام اللي قال له استاذ عميرة اللي قال له دوا بتاع العذابات اللي تعذبوهم السبعة واربعين يوم للشهدة قال له خلعوا ضفرين لديهم ورجليهم وقال له كانوا محمس يوخ حددية وحطوه على جسمهم وقال له كانوا محطوا عليهم كياس رملا وصبوا مية في عز الشتاء وقلوا مصحفه قال له فوق دا كله في الليل كانوا يدخلوهم في جبان تحت الأرض مليانين مية وعشان ما طولوش ينام ولا يرتاحوا قال له يطلعوهم في الصفحة في كمة الراحة كانتهم واكلين شربين ونشكر ربنا بركة عظيمة لنا وللعالم كله الاستشهاد هو أن الإنسان يسفك دمه من أجل إيمانه بالله طبعا الاستشهاد دا من بدء الخليقة يعني هو هابيل ابن آدم دمه سوفك وعلى مدى الزمن أيام أنبياء سوفك دموهم يعني أشعي النبي سوفك دموه وآخرين كسرين كسرين الاستشهاد موجود في كل زمان والمسيحية بعد ما بدأ الإيمان ينتشر في العالم المسيحية عانت من اضطهاد ونعمة الله هي اللي بتسند يعني المسيح قال كده ما توقفتم أمام رؤساء لا تهتموا لأنني سأعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقوموها لا تهتموا لأن الروح القدس سوف يتكلم فيكم وده اللي أنا قلته حتى يوم الاستشهاد لأسرهم قلت لهم أحباءنا وإخواتنا وأبنائنا لاستشهادوا هم فيهم نفس الضعف اللي فينا كلنا أنا وأنتم لكن هي نعمة ربنا سنديتهم وخليتهم صمدوا ونعمة ربنا لسنديتهم تسندنا إحنا كمان شهيد ملك ده ما كنتش معامله إن إبني أنا كنت عامله أخوي أخوي كنت عامله أخوي كنت ما استشيره في أي حاجة أن أنا أعمله كان من يغف كله كل حاجة كان يعرفه كل حاجة وقبل ما يعمل حاجة يقول يا أبوي أنا هعمل الحاجة دي وكان هو ديما كان يرنن مع نفسه كم ماشي كنت عامله أخوي في الشغل يرنن مع نفسه وهو جاعد يرنن مع نفسه مع هم كلهم العشرين الشهيد اللي هم من هنا سدقني كلهم كانوا عارفين نفسه إن رحين يستشهد ورحين عمدا عارفين رحين كده عمدا إن هم رحين يستشهد ومشهين كده عارفنا لمسكهم داعش ففيه مصيرين إما تنبقوا تابع داعش يموت على اسم المسيح نحن كنا بنصلي من أجل منهم يموت على اسم المسيح ربنا يجوي من يموت على اسم المسيح جدا مبساطين جدا بنعمة يسوع اللي صناتهم يعني كل العالم بيفتخر بهم إحنا نموت يدفنونا بالسلامة محدش عرفته هو العالم كله بيفتخر بهم كارزوا باسم المسيح ورفحهم يعني نفعوا العالم كله ورفعوا المسيحية كله راحوا ناكوه تخاطفوا بعد ما اشتغلوا ثمان شهور تخاطفوا جمه استشهدوا ناكا بعد ما تخاطفوا بعد خمسة واربعين يوم في عز البار احنا تشرفنا باستشهادهم تشرفنا وفرحانين وفخورين بهم كتير جاوب الأفضل لنا ان هم استشهدوا على اسم المسيح أحسن ما كانوا راجعين ونكروا الإيمان احنا مكناش هنجبالهم أصلا يلي يخلي او رجل سايب وراه زوجة وأطفال ويتقال له قول الشهدتين ويرجع بلدك يقول لا انا مش هقول الشهدتين انا مسيحي انا انا مسيحي وحفظ المسيحي ولو مت حمود مسيحي ولن أترك إيماني ولن أقول الشهدتين لا 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 دول ما عندهم شديد دول اعتبر ان هم يعني ناس لا يعرفوا ربنا هم بيفكروا ان هم بيقدموا خدمة لله هم هم أصلا ما يعرفوش حاجة عن الله الله مش ممكن يسهل حاجة كده لا 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 ما يعرفوش حاجة عن ربنا هم هم واخدين ربنا زي حاجة وهمية عندهم هو هم اللي بيتقل واحد زي ده بيعتبر انه هو بياخد صاحب عند رب هم هم محبة الله يعني الإنسان يحب الله يحب الناس جبل ما حب الله يعني هو لو حب الناس يحب الله ايه يحب الناس كلها وقدر استطاعتك تسلم الناس كلها والناس الوحشين دا القدر استطاع الناس الوحشين دا الهم هم عندنا آية ممكن نحبه هم هم يقول احبوا اعدائكم باركوا لعليكم احسنوا لموضيكم وصلوا من أجل لذين يسيقون عليكم صحابة ولا مش صحابة هو بالنسبة للإنسان المؤمن من الصعبة طبعا هم يمكن لما يشوفوا هم يقول ليا رو اعمالكم الصلحة في مجد اباكم ملازف السماوات ممكن لما تعمل معاك دا هو ممكن يديه رب للحب هقول له الله يسامحك هقول له ايه هقول له ايه هقول له ايه لا مش مسمحهم مش مسمحهم خالص الله يسمحهم خلاصة مش مش قلبي دا رحين على رزقهم وبيشتغلوا يمسكوا الناس اللي ويدبحوها نحمدوا اللي هم ربنا سبتوا في ايمانهم ولا سبوا دينهم ويسامحهم ربنا يسامحهم ربنا اللي هم عملين لهم كيف احنا عمله طيب فبللت العرض الفين احنا كنا نصلي ومسلا انا بعصام ياخد الشباب جنبي وانا مثلا بناتي فروحنا صلينا ونايمين بس مش نايمين فاتصل علينا واحد يجل جم يا خلي صلي فاحنا جمنا صلينا وروحنا فتحنا التلفزيون من فجمتنا ما احنا شفناهم باللبس دا فروح تشوفته وهو اسم السلاب علي كان جنبيه شاهد ماسيو فشاهد ماسيو ميل كده راح شاهد اعصام بصله بشجة عينه كيه اراح رفع راسه كده وشوفت اسم السلاب علي لما باسس للسماء قلت له خلاص يا حبيبي سلام رحت جافلك تلفزيون ما شوفتش عاجتين هو كل كان مثلا يعني احنا انو نشوفه كده نقول باسس للسماء فاحنا قلنا اكيد شايف رب المجد قدامه اكيد شايف حاجة قدامه يعني اوه بس اسم السلاب علي حتى يعني ناس جالتلي انا ما شوفتش حاجة دا طبعا اول فيديو ما ظهر انا طبعا كنت نايم راح اجري عليا شنودة دا اخوه الكبير وبوط فيه وقال لي يا ابو يا ابو يا قلت له ايه قال لي لو جا استشهد على اسم المسيح وبيصرخ وبيقول يا رب ياسوع زي ما انت قلت له زي ما انت قلت له صليت بيصرخ وبيقول يا رب ياسوع يا رب ياسوع طبعا انا ابتديت ان انا اجري على التلفزيون عشان اشوف الفيديو بيرجع كده وبيقول ايه ويعمل ايه فعلا لجيت ان هو بيصرخ فعلا واول واحد صرخ وبعد كده سجلوه اللي هما في تليفون وبجيت فعلا اول كلمة اسمحها فعلا يا رب ياسوع سمحتها من صوته هو لاني انا طبعا بعرفة ما يصوت ابني برضو انا اتعملت مع كام واحد من الناس بتاع القنوات كانوا بيجونا كتير جدا حتى في واحد معاك كتير من ارقامهم من قنوات سي بي سي وكده اتا دا يكلمني يقول لي يا عم نجاة انت بالنسبة لابنك دا انت بتكلمني واما يقول لك لو احنا جبنالك اللي جتل ابنك قلتول عارف اعمله ايه جلو جبنالك ابنك وهجفنك وقدامها فو يقولنالك ابنك اهو تعمل معاه ايه قلتول اعمل معاه ايه جل ايه قلتول همسك ايده دي اللي هو اللي مسكت السكينة دي واحب على ايه تا كده ويقول له شكرا لانك انت وصلت ابني للسماء شفت الفريد صعبة صعبة على كل الناس ايه اب لما يشوف ابني وبيتدبح في مشهد كده صعبة انا اغمى على ايه واجحت في الارض جعدت في الارض كده جعدت يوم كامل مرمي في الارض قلت لح اشوفه شفته تعبت فعلا انا كنت عامل نفسه مش كتاب واحد تتجطع رجب بالخنجر كده ولا بالسكين وتترام على ظهر الورا طيب الاب يتعب الام تتعب الاخ يتعب كله يتعب لكن ده اردت الله القوية اردت الله الجوية ان ثبتتهم على ايمان ما فيش حد مال وكفوا زلق سوت واهمية قوي ان الارهابيين سجلوا الاستشهاد صوت وصورة بس هما الارهابيين كان اصدهم يبص الرعب في نفوس المسيحيين من خلال منظر الاستشهاد بس هما حصل العكس ان هما كده ثبتوا فينا الايمان ونشروا الايمان يعني حتى ان واحد زي البابا فرانسيس من سنة سنتين قال دول من الشهداء مصر بس دول شهداء المسيحية في العالم كله دول من الشهداء الكنيسة الارتدوكسية بس ده شهناء شهداء جميع كنائس العالم زي ما قال يوسف الصديق لإخواته انتم ارادتم بيه شرا والله اراد بيه خيرا فربنا استخدم التسجيل اللي عملوه على عكس نيتهم لخير المسيحية هو طبعا بذرة الايمان اللي اتزارعت فيهم من طفولتهم المبكرة من اثارهم ابوايهم من الكنيسة والمدارس الاحد اللي كانوا بيحضروها بذرة الايمان دي رغم اي صعوبات اخرى او يعني توهانهم في الحياة شوية لكن البذرة موجودة والايمان موجود هو بيفتكر انه هو بينفذ ككلام ربنا بينو يتبح الناس ويموت الناس ويجيب دول طبعا مفهوم غلط مفهوم غلط لكن هو ربنا يقول لك اقتل ده حتى عنده اخواننا المسلمين في القرآن انك تقتل اي حد من غير زم فحرام اي نفس قتلت يعني باي زم عملت يعني تقتل النفس اللي ليه ربنا خلق النفس ده خلق الانسان ده كمان احنا عندنا ربنا خلقنا على صورته ومثاله فالانسان ده مكرم لازم مكرمه طبعا نكرمه عن الجميع اي حاجة احنا بنحب داعش و بنحب اي حاجة احنا مناش اعداء اعداء مش الانسان نفسي لا 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 احنا مناش عداء كلهم اخواتنا وكلهم اهلنا وكلهم ولاد عمنا وكلهم احنا ولاد ادم مش سيدنا ادم وامونا حواق كلنا عجوة فانا وانت اخوك انت اخويا وانا اخوك العدو بتاعنا الشيطان بس عدونا الشيطان اللي بيحاربنا ضد ضد عمل الله الراجل اللي هو بلغ عنهم اللي فوق ده اسمه هشام هشام إبراهيم هشام إبراهيم ده اللي هناك اللي فوق ده اللي في الصورة ده هو اللي بلغ على الاتساد والاتساد جات بعد ثلاث سنين وثلاث شهر بعد انتهاء البنى جات الاتساد بتاع بعد ثلاث سنين وثلاث شهر هم مخافوش من الخنجر ولا من السكين لكن همه كان مطعين وإلى ربنا فرحنين ليه يا داعش ليه يا داعش انت قلبك أليم لكن هم حيات بلغ عنهم هم حيات هم حيات هم حيات وإعجال يا داعش Ces martyrs, reconnus saints par l'Église orthodoxe dont ils sont issus, ont touché au-delà des frontières, au point de contribuer à l'édification de l'unité entre les différentes traditions chrétiennes. En 2021, le pape François s'est exprimé longuement sur les 21 martyrs coptes de Libye, rappelant qu'ils étaient saints de l'Église universelle. Entre 2013 et 2023, le pape François rencontrera à trois reprises le pape Tawadros, qu'il appelle son frère et son ami. C'est lors de cette dernière rencontre, en date du 10 mai, qu'il célèbre l'amitié entre les églises coptes orthodoxes et catholiques, qu'il recevra les reliques des 21 martyrs coptes et qu'il émettra le vœu de leur inscription au martyrologe romain. Après l'étranger, le pape François s'est mise en place d'une des infirmières, qu'on a fait l'étranger, et on a le décroche un morceau de l'Église, J'ai fait une émission de l'église de l'Église et c'est une émission qui existe beaucoup de l'Église. Et on a donné une émission des années, qui a été appelé la « Mascouinie des Dèmes ». يعني الدم الشهيد الذي مات على اسم المسيح وليس محصور في كنسته هذا للعالم كله يسمىه للمسكونة كلها مسكونية الدم يعني هذا الدم يقررنا لبعض صحيح كانت النتيجة أنه قال وإحنا وافين بعد قهول الهديئة الجميلة أن أبني مذبح مخصوص على اسم الشهداء الشهداء الأقباط في ليبيا محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم أمين نكال قوة والماجد والبعكام والعزاء إلى الآبات آمين عمّة نويل تصبحة 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 تصبحة